مع التساعي موجة الرفض الدولية للرواية السعودية حول مقتل الصحفي جمال خاشخجي تصاعدت الدعوات في البرلمان الكندي لإلغاء صفقة بيع مدرعات عسكرية للمملكة وازدادت الضغوط على رئيس الوزراء جوستين ترودو لاتخاذ موقف صارم من السعودية نطالب بقوة ونتوقع أن تستخدم الصادرات الكندية بطريقة لا تتعارض مع احترام حقوق الإنسان ولهذا فإن حكومتنا تلتزم بنظام تصدير صارم نحن جمدنا تصريح التصدير في السابق عندما كانت لدينا مخاوف من سوء استخدام صادراتنا ولن نتردد في القيام بذلك مرة أخرى وكانت الحكومة الحالية قد أصدرت تراخيص تصدير مدرعات عسكرية للسعودية بقيمة 12 مليار دولار أمريكي ضمن صفقة وقعت من قبل الحكومة السابقة عام 2014 من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الكندية رفضها للتفسيرات السعودية وقالت إنها غير متماسكة وتفتقد المصداقية نحن نعمل مع حلفائنا للضغط لإجراء تحقيق شفاف ونحن واضحون جدا حول ضرورة المحاسبة على جريمة القتل هذه على الذين قاموا بهذه الجريمة مواجهة العدالة والعواقب حضيت جريمة قتل خاتشقشي بتغطية واسعة في الإعلام الكندي وتصدرت تفاصيل الإغتيال عنوين الأخبار والبرامج الشهر وطالب عدد من الصحف والإعلاميين الحكومة باتخاذ مواقف أكثر تشددا وعدم تغليب المصلحة الاقتصادية على قيم حقوق الإنسان هناك ضغوط كبيرة على الحكومة لوقف باعي أسلحة للسعودية وهناك ضغوط عليها أيضا لتوفير وظائف وبالرغم من التطلعات الحكومية لتدخل للدفاع عن حقوق الإنسان فهم منافقون أيضا لأن الموضوع مرتبط بالوظائف والمبيعات للخارج رفضت كندا الرواية السعودية لمقتل خاتشقشي وطالبتها بإجراء تحقيق موثوق فيه وعاجل وشفى وتزداد الضغوط أيضا على الحكومة الكندية لتعليق أو الغاء صفقة بيع مدرعات عسكرية للسعودية ترجمة نانسي قنقر